هنا أجد الترحيب مرة تانية بدكتور كريم العمدة وفي ظل هذا الإطار لازم يجي سؤال ده معناه إيه؟ يعني إيه أنا زودت صادراتي بنسبة 36% في أعوام الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً دعونا نتطفق على أن طريقنا لمئة مليار صادرات يسير بشكل جيد جداً جداً زي ما قال أخونا الغالي أن إحنا كانت صادراتنا ضعيفة في السنوات السابقة يعني هو وزي ما قال إحنا كنا السنة اللي فاتت 32 مليار صادرات سلعية قبلها كان مجمله 30-25 يعني ده لا يتناسب مع مصر خالص لا يتناسب مع حجم مصر الاتصادي وأظن أن أخر مرة كانت صادرات مصر قسرت 30 مليار كان في 2011 على حاجة حاجة زي كده ومن بعدها ابتدى حجم صادرات مصر في تظاهر مستمر إلى أن وصلنا في عام 2021 اللي بتدينا شوفنا أداء صادرات مصر جيد جداً 32 مليار الغير بترولية وعليهم 10 أو 11 مليار أو 12 مليار بترولية بنتكلم في 45 مليار ولا حاجة ده كان مؤشر جيد جداً على عام صعب زي عام 2021 من سنة احنا ابتدائنا شوفنا عام 2022 يعني احنا في طريقنا للمائة مليار صادرات ابتدائنا نشوف ويمكن الإحصاءات الدقيقة اللي جايلنا من جهاز المركز للتعبع والإحصاء وهيئة ركبة على الصادرات والوردات بتدي شيء مبشر للنصف الآخر من العام يعني كان النصف الأول من شهر واحد لستة تكلموا عن 19.5 تقريباً صادرات غير بترولية و7.3 مليار يعني نتكلموا تقريباً بـ 27 مليار دولار صادرات مصر بترولية وغير بترولية في النصف الأول من عام 2021 يعني وهذا يعني إحنا لو مشينا في نفس المستوى لحد نهاية العام وأنا أظن أن النصف الثاني هتكون الصادرات في أعلى هتقول لي ليه؟ هقولك لأن كان في مشاكل في تكدس البضائح والوردات في المواني كان في مشكلة المستندات التحصيل والاعتمادات المستندية وتراكم السلع الوسيطة ومش عارف إيه والسلع الاستثمارية كان في أزمة شوات عطلت مصانع كتير يعني في مصانع كتير وفي صناعات كتير توقفت والمصدرين اشتكوا والمستولدين اشتكوا فكان في أزمة يمكن من قيمة كم أسبوع ابتدنا نشوف فيها انفراجة قرارات من وزير المالية طبعاً ده أكيد نتيجة حوار مجتمعي مع التجار ومع المستولدين كان في أزمة حدثت بالمعنى المفهوم وابتدنا نشوف حل لها فأظن أن مع انتاء التكدس في البضائع وما تبتدي السلع الوسيطة والسلع الاستثمارية ومستلزمات الانتاج تخش زي ما احنا شفنا كان فيه قرار ان 150 سلع وأنا كنت عملت مداخلة مع حضرتك اتخفضت قرار تاني ان تمتدي نخش شوية نستخدم الإجراءات أبسط في الوردات ونرجح شوية في السلع المهمة نستخدم مستندات التحصيل إلى أن الأمور تمشي بشكل أو بآخر برضو نحن حتى نأكد برضو على أهمية أن يمكن هيكل الوردات المصر لما نيجي بموصل له طبعاً فيه مقترب من 45 إلى 47% سلع وسيطة و14% تقريباً سلع استثمارية و11% تقريباً مواد دخام دي بتخش في صناعات تاني يعني دول مهمة ما يتعطلوش يعني 56% أنا مش عايزهم يعطلوش آه ما يتعطلوش طبعاً مش هو ده اللي احنا نعطلوه لكن انت ممكن تتكلم فيه 27% سلع معمرة وغير معمرة ده ممكن تتكلم فيه سلع عليها بديل في السوق المحلي لكن مواد وسيطة أو سلع وسيطة يعني سلع وسيطة يعني تبقى سلع مش نهائية مش استهلاكية بتجي تخش في الصناع عندنا نكمل عليها وتطلع منتج نهائي فدي طبعاً ما تتعطلش سلع استثمارية أدوات ومعدات وقطع غيار وألكترونيات وأجهزة بتخش في الصناع بتستخدمها في الصناع ما ينفعش نستغنى عنها مواد دخام مواد دخام أياً كان نوحة أخشاب بقى مطاط كاكاو مش عارف إيه أي مواد دخام بتجي من أي دولة بتخش الصناعة عندنا لازمة للسوق المحلي علشان نمتج سلع إنهائية أو نصدرها فالصناعة يمكن المصرية فيه مصانع كتير احنا سمعنا في التلفزيون والناس أصدقائي يقولون يعني كان فيه أزمة أظن أن الأزمة تتحلت بالذات مع قرارات محافظة البنك المركز الجديد وأظن أن تغيير الدم دي حاجة مهمة وتغيير الوجوه دي حاجة مهمة سواء فائط الرقابة المالية تغيرت كانت حاجة مهمة عشان تطور أسوأ المال ومحافظة البنك المركز الجديد اللي بتدينا نشوف بصمته واتجاهه إنه ليه قرارات وأظن أنه هتأثر بشكل مفيد وأنا زي ما قلت أتوقع إذا كان معدل النمو 35% للصادرات المصرية وصلنا 27 مليار دولار بترولي وغير بترولي صادرات أظن النصف الثاني هيكون أفضل من كده على الأمل أن إحنا ممكن نوصل إن شاء الله لـ 60 مليار صادرات في عام 2021 وده هيخفف الضغط بشكل كبير على العملة المحلية يعني أعتقد أنه في نهاية العام المالي 21-22 ممكن نوصل للـ 60؟ إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعني هو كان التقرير بتاع جهاز المركز التعبير اللحظة بتكلم من ينائي من شهر واحد إلى شهر ستة كويس يعني بتكلم من شهر على نهاية عام العام العادي مش على العام المالي كان لحد شهر ستة سبعة وعشرين لو أنا افترضنا أننا في 31 ديسمبر حتى حققت سبعة وعشرين تانيه بقى بنتكلم في 54 مليار إذن هو برضو يفوق العام السابق عليه بالضبط وفاتون إحنا بنحقق معدل نمو جيد ده حاجة جيدة ومبشرة حتى إحنا لو نظرنا لي هيكل الصادرات المصرية هنشوف إيه أهم السلع اللي حققت معدل نمو هنلاقي قطاع الأسمدة والصناعات الكيميائية حقق معدل نمو كبير 35% ونسبته كبيرة من الصادرات الغير بترولية أيضا قطاع معدل بناء والتشهيد حقق برضو معدل نمو يقترب من العشرين في المية والصناعات الغذائية برضو حقق معدل نمو جيد وفي الصاعد بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية وخلافه كل دي قطاعات حققت معدلات نمو في الصادرات بتاعتها معقولة جدا جدا يمكن الاستثناء الوحيد كان صادراتنا من الحرف الأدوية يعني بقى له بضعة سنوات أداءه مش جيد والأساس برضو يعني أداءه مش جيد ودي ملاحظات المفروض طبعا يعني المسؤولين على الملف داي تابعوها احنا عاملين مدينة دوميات للأساس فيعني ليه تتراجع صناعة الأساس وعليها طلب على فكرة كمان برضو يمكن احنا في مصر بتتميز بالأساس بتاعها الأساس الكلاسيكي اللي هو نقول رأس ماله الدراع الصناعي دي يعني الصناعي المهارة الصناع دي حاجة مش هتلاقيه في الصين مش هنلاقيه في مدينة الأساس اللي في الصين ولا مدينة الأساس اللي في تركيا ولا اللي في أي دولة تاني دي حاجة موجودة خاصة بمصر الأساس الكلاسيكي اللي هو ليه رونك معين ده مثلا تجارته تقريبا عالميا لا تقل عن 15 مليار دولار ولا حاجة فاحنا مفروض نستحوز به على نسبة كويسة يعني ده موضوع محتاج يتراجع والصناعات اليدوية أيضا أو صدراتنا من الصناعات اليدوية اللي هي بتميز في القرور المصري لها بصمة معينة خاصة بالطبيعة المصرية ده حصل برضو فيها انخفاض أظن محتاجين دعم ومرعاة عمل معارض دولية يعني الترويج لصناعتهم دي بتبع حاجة مهمة طيب أنا هنا هسأل برضو سؤال على مسألة الاستدلال يعني إيه اللي خلى صدراتي زادت دي حاجة الحاجة التانية وده معناه إيه هل ده معناه أن أنا أصبح فيه عندي منتج كفء هل ده معناه أن أنا اشتغلت أكتر على مسألة فتح أسواق أكتر وأكتر اتساعا للمنتجات بتاعتي ده معناه إيه طبعا إحنا وضعنا استراتيجية يعني كان فيه خطة استراتيجية لزادة الصدرات المصرية فبالتالي كل الحاجات دي بتتعمل في وقت واحد وإحنا عندنا أيضا قطاعات وعيدة أو قطاعات بنتميز فيها نقول في ميزة نسبية زي الأسمدة والصناعات الكيموية مواد البناء والتشييد دي احنا صناعات متميزين فيها من زمان ومنتجاتنا حتى بتنافس فيها المواصفات والمعايير العالمية تصدر أوروبا تصدر أي دولة تاني فبالتالي أنت بتتمطع بيها في ميزة نسبية فأنت بتتوسع في النوع ده من الصناعات كمان مثلا زي صناعة الأسمدة يمكن أنت عشان عندك المواد الخام مصر غنية بالفوسفات وعندها حتى يبقى ضخمة بالفوسفات وأيضا صناعة الأسمدة بتخوش فيها غسط طبيعي فأنت المدخلات عندك هما الاتنين فبالتالي أنت هتلاقي أدائك فيها كويس بتنتك سلعة جيدة ومنتج جيد مطلوب في دول العالم كمان مع الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن لما حصل عقوبات بين أمريكا وعلى روسيا روسيا كانت أكبر دولة مصدرة للأسمدة فحصل شح سوية في الأسمدة في العالم وأيضا مواد البناء وبعض المنتجات الكيمائية فزاد الطلب على الدول اللي بتنتج النوع ده من السلع ومنها مصر فده برضو إحدى أسباب أن يعني زادت صدراتها بحد يعني معقوله طبعا لو كنا أنتاجنا أكثر كان برضو هيتطلب كل إنتاجك كان يعني عليه طلب لكن أنت طبعا يعني محتاج لما يكون في طلب كتير تزود خطوط إنتاج وتشتغل بالطاقة القصوة الموضوع ده بيأخد وقت شوية طيب دكتور يمكن ده من الناس اللي بتقعد تفكر كتير في مسألة تصدير العقار المصري في دول تصدر عقارها حتى لو لم تمنح معاه إقامة ولا جنسية ولا حاجة هسوى في إقبال على شراء عقارات في بعض من الدول بعضها دول شقيقة ومجورة وبعضها دول بعيدة عننا إلى آخره إحنا إيه اللي معطل لو صح التعبير أو يقف أمامنا في مسألة تصدير العقار المصري طبعاً يعني اللي هيشتري عقار ده شخص مش مصري طبعاً ممكن يكون غالباً عرب هما اللي بتستهويهم الشراء في مصر أو أجانب لو كان ليه أي مصلحة أو أي مصلحة تجارية أو عايز صيف أو عجب الجو في مصر أياً كان فده مش زايل مصري حيجري في الورق ويسأل ويكلم سمصار يعني بتبالي إجراء تاني تاني حاجة برضو إحنا كانت فكرة النودن الجديدة فكرة النودن الجديدة هي اللي أنت تقدر تصدر العقار بتاعها صح ليه؟ لأنه يبقى من الأول هي مدينة ذكية إجراءات البيع والشراء بطب مميكنة رقمية سهلة الاستدلال، سهلة التسكين، سهلة الإجراءات أمان جداً لليه هيجي يشتريها ولا يتعامل معها فهنت مش معقولة مثلاً يعني مع احترامي لكل المناطق الموجودة في القاهرة محدش سايح أو محدش أجنبي هيجي يشتري حتى شعبية في مصر ولكن هو عايز يشتري في مكان مفوش مشاكل من أي نوع وإجراءات البيع والشراء تكون سهلة والإجراءات سهلة وسهل يتملك وسهل يحافظ عليها ويفرشها ويجي يشوفها يعني لا يحصل فيها نوع من أي أنواع الألاء فكانت المدن الجديدة هي نقول عليها هي الهدف الأساسي لتصدير العقار عشان كده من يجي نسمع مثلاً في أبراج العالمين الجديدة شقة بسعرها تجاوز الميليون مين قالك أنها مستهدف بيها موظف حكومي؟ لا فندم ده مستهدف بيها واحد رجل أعمال أجنبي كمان دي في الأبراج؟ في الأبراج مثلاً فيلا في العاصمة الجديدة أو فيلا مثلاً في أي مكان ساحلي أو في مدينة اسمها سلام مصر عبر سعيد الجديدة فيها مرينة وفيها يخوت يعني هي دي الأماكن اللي السايح يحب يشتري فيها أو الأجنبي يحب يشتري فيها عشان يستفيد من مصر ومن جواها كمان برضو هما يفضلوا الأماكن السياحية يعني العفوة أعظم لكن الساحلية ليه الساحلية؟ لأنه بيبقى فيها استجمام هو جاي يتفسح مش جاي يقعد في شقيته ولا جاي يشوف الزحمة هو جاي يتفسح وبالتالي هو عايز طلالة جميلة يعزم فيها أصدقاء ويجي هو أسرته يتفسح بدلاً ما يقعد في فندق مثلاً يمكن يعتبر أفضل وأوفر له من الفنادق لو هو يقعد لفترات طويلة دي كلها حاجات بتأخذ في الحزبان لما تيجي تصدر عقار وبالتالي عشان نحن جو المدن الجديدة والمدن الزكية ده داخلينه جديد فبالتالي يعني هو ممكن ده الأخر قصص لكن دول الخليج سبقات المدن الجديدة كل دولة من دول الخليج عندها أكثر من مدينة بمواصفات عالمية فبالتالي هم تلاقيهم عنديهم تصدر العقار منتشر بشكل كبير أو بآخر كمان تصدر العقار ده هتوب بحاجة مهمة جداً عشان نزود السياح يعني برضو كتير أنا قعد أسمع اللي هو نقول عليه الكلام اللي هو مش دقيق شوف الدولة الفلانية جالها 50 مليون سائح شوف تركيا جالها مش عارف 40 مليون شوف أسبانيا جالها 80 مليون إحنا مفروض يجينا إحنا عندنا تلت أثار العالم ومش عارف إيه أولاً يا أخوانا السياح السياحة الثقافية هي مهمة جداً ولكن أغلب السياح اللي بتيجي في مصر هي سياحة شاطئية على فكرة وإن كان يعني شوف أنك تشوف الأهرامات والمعابد حاجة جميلة جداً وحلوة وجميلة جداً على فكرة وشيء حضاري وثقافي وجميل ولكن ما بتستهويش غير فئة معينة وليلة من السياح الغالبية عندنا راحة على جنوب سيناء والغرداء أو سواحي البحر حتى أنت لو قست علينا إحنا كمصريين مثلاً رغم أننا ساكن في الجيزة لكن ما روحتش في حيات الأهرامات غير مرتين وأنا ساكن في الجيزة على فكرة لكن بروح أصايف كل سنة مرة ومرتين وتلاتة لا أنا وروح الأهرامات كل يوم لأنا ساكن جنبها رايح جاي وجاي ورايح فالسياحة بتيجي شاطئية عايز يجي ينزل في المنتجعات السياحية فده جزء تصدير الأقار مرتبط بالسياحة أنك تقدر تزود السياحة الوفدة برضو علشان أوضح يعني إذا كان في وقت أنت دلوقتي السياحة التي تيجي التلاتين مليون دول اللي أنت بتقول لي ما بيقولناش هل إحنا عندنا بنية تحتية من الفنادق تستوعبهم الإجابة لا كل الفنادق دي كلها ما تستوعبش التلاتين مليون إحنا بنستوعب تقريباً الـ 14-15 مليون اللي هما بيجوا وكل ما بيزيد عدل نكتد نصين ونرفع الكفاءة بس عوزملة دول نعم عوزملة الأربعة لا والله ده في حاجات مؤشرات أفضل زي السنة الجاية إن شاء الله يعني الموسم السياحي شكله جيد يبتدي يزود مئة ألف غرفة مئتين ألف غرفة فإنت دلوقتي كمان السايحة اللي بييجي ده بيفضل يعني إذا كان جزء كبير منه مثلاً حالته المادية متوسطة مش مشكلة يعني إحنا نتمنى الساري ييجي لكن إذا كان متوسطة فهو بيدور على الفنادق التلات نجوم اللي أربع نجوم اللي يكتوب على قده فإذا كان فيه مثلاً شواء بتتأجر سياحية بتساعد جنب الفنادق يعني شواء يبقى فيه عندي إسكان فندقي إسكان فندقي بجنب الغرف الفندقية بيساهم بشكل كبير طبعاً منظومة كده منظومة متكاملة فالدول اللي بخشها 30 و 40 مليون فيها المنظومة دي